أعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا مع وزير قطاع الأعمال العامة لمتابعة ملفات عمل الوزارة وخلال الاجتماع تم استعرض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الشركات السابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيجة كما تم تحديد متفلبات التطوير لشركتين النصر والدلتة للأسمدة من خلال الاستعانة بمكاتب استشارية وشركات عالمية وذلك بهدف زيادة الطاقة الانتاجية كما تم استعرض عدد من الفرص الاستثمارية ومجالات الشركة مع القطاع الخاص في قطاعات وأنشطة اقتصادية مختلفة